السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة مرة جديدة نتمنى تكونوا بخير وبساحة جيدة نوجد لكم وصفة خبز البانيني وصفة بزف سهلة وخفيفة بمقادير جد بسيطة ومتوفرة في كل بيت نروح للمقادير البركاته الله هنا بالنسبة للمقادير الوصفة عدنا مقادير بسيطة عدنا هنا مرحبت به لمعطاقة مضربا مع ملحبات اولداء الزبدي كمتى وزوج ملاعق حليب بودرة когда в 1-5 ملاعق حليب بودرة وهنا عندي ماء دافئ لجمع العجن اول حاجة نبدأ بها هي نجيبها كأيناء اول حاجة لنعجنوا فيها هنا نجيب الفارينة التاعين نحطها هنا في هذا البول انا هنا نعجب العجنة في البيترا فنخلط الكهربائين ثم تنجمع عجنه باليدة تاعكم عادي نزلت عليها الحليب البودرة كما هكا نحطه كمية الحليب البودرة هنا سنخلط فيها مليح حتى يدخل مليح حليب البودرة مع المقادير وهنا جبت الملح الملح ملعقة صغيرة انا لولا ما بديت نصور ما كاش من ما عندي عاداك بعدها شريت وجبتها بها وكان الوقت اخر بها ما صورتها اشتمتم هنا بورما حطت الملح وخلطتها مع المقادير هنا نجيب الخميرة مع السكر ونحاول نخلط مليح هذه المقادير مع بعضهم البعض انتوما تنجموا في البيترا نتخلطوا كل شي نبغي لولا نخلط هات المقادير اللي جافة هكا باليد بالملعقة وبعدها عاداك نزيد عليهم البعض نضيهم للبيترا يخلطهم باش يخلطهم نتأكد بريد دخلوا مليح في المقادير هنا نجيب الزيت زيت كبار ونبدأ نخلط مليح في هات المقادير حتى يدخل مليح الزيت في هذا الفارينة والخاميرات عندما تخلطوا مليح كما تشوفوا هنا سنجيب الماء نحط شوية الماء ونضيه للبيترا باش يخلطها هنا تنجموه على الجنوب اليد عادي وفي الخلاط الكهربائي كما تشوفوا الماء يكون دافي وليس يكون بارد بعدما اضعنا الماء لا تلمت نزيد نكبع لها ثاني الماء ونجعلها تنعجن هذه الخطوة المهمة هي نجيب المغرف على الزبدة يعني مرعقة كبيرة نحطها في هذا العجينة من تشوفوها تلمت معاكم ورا هي طريقة نضيروا فيها المغرف ونجعلها تنعجن حتى يدخل مليح الزبدة إذا لم تكن بيترا دخلوا الزبدة مليح بيدكم في العجين هنا بعدما كملت شوفوا العجينة اللي حصلنا عليها هنا خطوة مهمة شوفوا كيفش راهي راهي تتكسل غير وحدها هنا تعرفوا بالعجينة راهي ناجحة مئة بالمئة وبزيف بزيف جي بزيف خفيفة وطرية هناك شوفوا من نحط الاسبات يدخل لي هنا راهي ناجحة بالبزيف هنا نجيب البول اللي غاد نديرها فيها باش ننخليها تخمر هنا نحطها نغطيها وخليها تخمر واحد الساعة في بلاسات تكون دافئة ننخليها يمكنك الروح للحشو الحشو يبقى اختياري كل واحد ما راه باقي هنا مهم هنا عندي مرعقة خردل مع الدنوس عندي حرار شوية الملح شوية الفلاحة وشوية الزعتر هنا عندي اسكالوب مقطع يعني جيج هنا نجيب دك الجيج المقطع التاعي هنا تنجمو تديروا الحمى فرام على حسب الرغبة وحسب المقدورة على كل واحد يعني ما تقيدوش بلاي أنا غادي نديره كل واحد وحسب لي متوفر عنده في البيت هنا عندي نخلط هذه المغادير نحطهم هدي نرقدوه باش نخلطها باش نديره في أنا ما ندير له هادا الطريقة يعطيه الخردل يعطيه بدنا بزاف شباي لما عندكوش الخردل نجمو تستعملوا المايوناز ولا تنجمو تعصروا فيه شوية تعليم وهنا هادا الاسكالوب دخلوه في التلاجان نخلوه يقعد قبل ما حضرنا العجينة وكل ما يقعد كل ما يجي بنين هنا بعد ما خمعت معي العجينة نبدأ نقلحها هاكا من البولت ونبدأ هاكا نهوض لها في الخاميرة ونشكلها على شكل حربوش كما كنت شوفوا في الفيديو أنا سرعت الفيديو باش ميجيكمش طويل نرشو شوية فارينة باش مترساقش معنا خش عجينة رهيطرية بزاف ومليحة غايتعاونكم هنا غادي نقسمو العجينة على ستاة الخبزات هنا يجوني شوية كبار إلا غايتوا تنقصوا وديروا ثمانيات على الخبزات يجوكم بحجم يكون متوسط ما يكونوش كبار بزاف أنا ندرت الثمانيات وجاوني كبار يعني يقدو ويتعمرو يجو شابين هنا بعد ما تكملوا غادي نبدأ نشكل فيهم على شكل الخبزات هاكا نديروهم على شكل مدور ودروك عادي نجيبو هاكا خبزة من الخبزات نرشو شوية فارينة على سطح العمل كيما هاكا هاكا نحطو الخبزات نسقموها بلدنا شوية نردوها كيما نقولو ما نخلوها شمدورة كيما نقولو كما كنتشوفو أني ندير فيها على شكل طالي نزيد الرش عليها الفارينة باش ما نورق ما تغبنيش ونبدأ هاكا نورق فيها أنا هانا هادا الورق الصغير يعاوني اللولا غين هاكا نحل به العجينة وبعدا نستعمل الورق الكبير كيما كنتشوفو هاكا نبدو نورقو فيها بشكل طالي ونسقدولها فالأطراف ففي نفس الوقت تسقدولها فالأطراف كيما هاكا وما ما حاولو الأطراف ما تخلوهمش القنوطة ما تخلوهمش غلاد هنا نجيب الورق الكبير ثم تنجمو تتعمل الورق كبير ديركت ونبدو نورقو فيها هاكا بسمك يكون رقيق يعني ما يكونش رقيق 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 وما يكونش غلاد يعني متوسط يرايح للرقيق هنا غادي ندير معاكم الحبة الزاوجة بشكل ساري هاكا خففت الفيديو ما نبغيش نطور عليكم فيديو بزاف هاكا بعد ما كملت هاد الخبزات تاعين هاني داري ثلاثة حبات وثلاثة أخرين في السنية الزاوجة هنا دارت لهم دهنته بس زيت ورشيت عليه شوية فارينا غطيتها بسربيتة وخليتهم يخمروا مدة 2 ساعة هنا بعد ما خمروا معايا هادا سني الزاوج بعد ما خمر معايا هنا غادي ندخلها الكوشة تكون متوسطة ما تكونش قاوية بزاف هنا يطيبو بويدين يعني ما يطيبوش ملفوق غاية متحت قد ما تشوفوهم حمارو متحت طفو عليهم هولين راه هم اني طيبت هم راه هم هنا حامين شوفو حمارو غاية متحت ملفوق ما تشعلوش عليهم ما تخلوهمش يقساحو اخش ديجا غادي نعاودو نحمروهم في المقلب بعد ما حليتهم بالخدمي تاعنا جبت الحشو بالنسبة للحشو عندي باطاطا عندي فرماج نعمر كامل هذه الخبزات التوعي اه هنا حميت المقلة حميتها هنا بشوية الزيت المقلة تكون حامية بزاف بعد ما دهنتها بالزيت نجيب الحبات التوعي يعني الخبز التاعي البانيني هكا نخط الحبة اللولى نزيد هنا الحبة الزوجة نبريسيهم كشو نزير عليهم هنا من الاحسن اللي عندها البانينيز يستعمل البانينيز يجو بزاف هايلين والفرماج يدوب لكم بلخف أنا ما عنديش استعملت غير المقلة هكا تعب الخف هنا بعد ما تشوفوهم حمار ومتحت هكا منتشوفهم حار ومتحت نقلبوهم على الوجه الزوج ونكملوه بنفس الطريقة وهو الخبز تعنا بعد ما وجدت هنا حطيت معاكم غير أبعاب بصحة دالي ستاتع الخبزات كما اشتوني ممكن نحضر فيهم الخبز جاب بزاف بنين وخفيف لقد حضرناه بالزبدة الزبدة تعطي العجينة تعطيها بزاف خفة ومام طيبناها مليح ومام الحشوي يعطيها بلنا شابة نجمو نستعملوا الداخل تاني فيه صلصة الجامل اني حضرتها معاكم مش عام الخطرة نحط لكم الوصفة تحت نضوق الوصفة تحتها أنا غادي نكسام معاكم باش شوفو كيف جات من الداخل شوفو جا والله لجا بزاف بنين وخفيف ما يقهمش يعني ما يجيش مع الجن يجي طري نشوفو الفرماج يدوب معاه غاية هاكا وغادي نزيد دروك نريلكم الحبة الزوجات يعني كسمتها معاكم عجبني الفرماج ميندب فيها غاية الحشوي بقى اختياري ودروك مع الياغ نقول لكم نتمنى العجبكم الفيديو تعليوم وإلى عجبتكم الوصفة تعليوم ما تسجدلوا لي جام تحت في الفيديو ما تبخونيش بتعليقات تعليقكم وبرتاجوا الفيديو باش يصل على عدد ممكن من المشاهدات نقول لكم إلى اللقاء وإلى وصفة مقبلة بإذن الله دمتم في رعاية الله وحفظ